بسم الله الرحمن الرحيم التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين وصية الزهراء عليها السلام قال الله الحكيم في كتابه الكريم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ذكرت عديد من المصادر أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها حين اشتدت علتها وأتعبها المرض والألم مما لاقت من القوم وجهت إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأحضرت فقالت له يا ابن العام لقد نعيت إلي نفسي وإنني لا أرى ما بي إلا أني لاحقة بعبي وأنا أوصيك بأشياء في قلبي فقال لها أوصني بما أحببتي يا بنت رسول الله وبما شئت تجديني وفيا أمضي لك كل ما أمرتيني به وأختار أمرك على أمري فأوصت بعدة وصايا ومضمون الوصية أن يواري جثمانها صلوات الله عليها الطاهر المطهر في غلس الليل البهيم وأن لا يشيعها أحد من الذين هضموها وظلموها لأنهم أعداؤها وأعداء رسوله على حد تعبيرها عليها السلام كما عهدت إليه أن لا يدع أحدا يصلي عليها منهم وأن يعفي موضع قبرها فلما قبضت قام أمير المؤمنين عليه السلام بتنفيذ وصاياها كما أمرت ليكون موضع تساؤل عبر الأجيال يحكي قضية ظلامة الزهراء وهضم حقوقها والاعتداء عليها ورمزا لغضبها غير قابل للتأويل على مر العصور القادمة اللهم إنا نبرأ إليك ممن ظلم فاطمة بقول أو بفعل وممن رضي بذلك إلى يوم القيامة كما نسألك أن تعجل فرج وليك الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لترى بمقدمه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد اللهم عجل للمشاهدة على المشاهدة